في الخير حديث وكلام في الخير شفاء الأسقام والصحبة سر سعادتنا والعمل الصالح ربراس يزهو في نور الإسلام يزهو في نور الإسلام مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم زائر الرحمة زائر الرحمة في رمضان في كل حلقة لنا رحلة وفي كل رحلة معنا حكاية في هذه الحلقة دحديدا لنا زيارة مع أحد الحالات الإنسانية شعارنا في كل لقاء أن نرسم السعادة والبسمة على شفاه كثير من المحرومين منها كونوا معنا يزهو في نور الإسلام في كل حلقة معنا حالة وكل حالة معنا في حلقاتنا لها حكاية أهلا ومرحبا بك يا حاجة أهلا بكم أهلا بكم الله ينور عليك وأنت اللي منورين ومشرفين ويحاجة حضرك قلت يا زوجتي المتوفي بقاله كم سنة؟ بقاله خمستاشر سنة خمستاشر سنة؟ آه رزوغتي بأولاد؟ لا معي الشيائي اه جوزتي عمرك كم سنة؟ أنا متجوزة عندي ستتاشر سنة يا صغيرة قوي آه شكراك؟ آه كانوا زمان بتجوزوا صغيرين؟ آه كانوا بتجوزوا صغيرين آه وليه بقى أحسن الجواز البنت يا صغيرة ولما تكبر شوية تبقى عشرين خمسة وعشرين؟ نعمة بتبقى كبيرة بتبقى حلوة والله والله وبتبقى حلوة عمية حمية خلاصة مع عالتها مع راجلها مع الدنيا ومع الماشيين والرحين واللي جايين أنت لما جوزت بدري تعبتي؟ لا ما تعبتش والله وكل ما تعبت كنت مرتاح؟ آه كنت مرتاح جوزي كان ولا في الدنيا كلي والله كنت واخدها عن حبه ولا؟ لا والله ما كنت واخدها على حبه ولا حاجة أنا كنت عيلة بس كان كان راجل ويسمى راجل والله ليه بقى يحكي لي حاجة؟ والله كان والله كان راجل ما اقولكش عليه كاننا فلاحين وبنزرع في الغيط وبقى روح له بالاكل واعد وياه في الغيط ويجي اخر النهر يتعشى ويرجع ع الغيط ويجي الفجر ويجي على طوب كان فيه بركة يام زمن؟ كان فيه بركة وفيه خير اه احكيلي ازاي يعني ليه بركة زمن اكتر من الوقتي؟ كانت كان ما كانش مرض كتير كده ولا كان عيا ولا كان حاجة الوقت بعد عنك المرض كوتر والعيا كوتر واللي بيجي يعني يعني انا بقبض ميتان وخمسين جنيه بادفع نور خمسين انا دفع تلاتة وتسعين جنيه الشهر ده نور وانت عادل واحدك في البيت؟ اه اه وبننفل والنس اقصدك بتاعي الجزاين اه حاسبينيك عجز ولا اي حاج ودفع خمسة وخمسين جنيه مي يعم والله وانت بقبض ميتان وخمسين جنيه ايدي بقبض ميتان وخمسين جنيه اه واعلاج اه باودينية اه وده وده اه بس الحمد لله رض احنا احسن من غيرنا غيرنا نايم في السرين مش لا حتى اللي يخدمه ولا بيارف روح الحمان الحمد لله رضا على مجايب رب وقال لي من كده رضا والله والله وقال لي من كده رضا قلتي لي روحتي الحاجة سنة كم سنة اتنين وثلاثين اتنين وثلاثين اتنين وثلاثين والله من فاكرة يا استاذ عمر من فاكرة وانا تلاثين سنة الوقت لما بتشوفي الكعب الوقت على التلفزيون بتحسيها اتغيرت عم يخد انت هناك والله ما شاء الله حاجات التسعة اتقوي وكانت الاول ما قدامهاش كده واسع زي الايام الايام ده عادت حاجة واسعة وحاجة ما شاء الله حاجة حلوة اول ايام ما نفسكيش تروحي تاني نفسي بس ما نش قادر والله يا نفسي يعني ولاد ليها ابن اخت كانت ام متوفية ونفسها كيت تعمل عمرة ولا تحيك وجاء اللي تعاليها حاجة قلت له ما اناش قادرة يا بيت ما اقدرش الصحة ما بقيتش تساعد لا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش خالص ما اقدرش والله الحمد والله رد رد وليه بقى من ساعة ما فقدت جوزك قلت لي من خمسراشر سنة توفى تقريبا اه من خمسراشر سنة بقى عيشة ازاي وحكي ان الوضع حسيت بيه بعد ما ماتي حسيت بكتير بكتير والله يا عم والله بكتير حسيت بكتير اوي 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 نقص عليها اوي اوي حسيت ان سندك في الدنيا راح ولا شرب ولا فلوس ولا حاجة لا حدش بيموت من الجوع الحمد لله اه مالقي اللي نقص عليك حاجة حكي لنا كده نقص عليها هو الوحدة يعني انا زي ما انت شايفنا كده انا لسه طلعة من القوضة ديت الوقتاو من قبل قدنا الدور وعلى كده صح صح كان سندك حاجة اوي 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 وراحي وقلبي وكل اللي لي كانت بقول لاخواتي والاهلي هو حدايا حسن منه يقولوا مالوا احنا احنا مبسوطين اللي انت بتقولوا كده والله رو خر خدني حققني وحقق حققنا كانت ايام هي وقفتنا كانت الجمح ما شاء الله قعدنا هناك شهرين في السعودية اه قعدنا شهرين ما شاء الله انا وهو وحاجة ما فيش بعد كده الحمد لله طريدة اوي 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 وليلوقتي انت حضر لك طبعا احنا قلتي طبعا انت وحيدة بعيشها لوحدك ما فيش حد بيخدمك بتاكلوا تشربوا لوحدك يعني يوميا بتطبخي ولا بتكسلي لا بطبخي بطبخي يوم يعني ما اجيب اهو جاي بانص كله سمك بارح حدايا غفترنا نهاردة انا صايم ان شاء الله اه انا صايم اه اه وابا جيب النص كله اللحم اطبخه برضو واطبخ حبة خضر معاه بقضني يومين تلاتي ان شاء الله اه انا اللي بطبخ لنا نفسك حلو في الطبيخ الحمد لله اه يعني نجرب نفطر معك في يوم ده على عناية وعلى دماغي وليلي بقى في ايام رمضان بتعملي ايه كما تفطري لوحدك ولا تفطري مع حد لأ معايا ليه واحد برضو اه 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 يعني اهلي برضو كلاتهم يجوا عاوزين ياخدوني ما برضا شهروا ليه حاجة ما برضا رمضان بالذات بي بعايز الناس يقومت جماعة مع بعض بقالوا روح تاني خلص انت اخدني بقول رب رمضان رب العمر كل يا استاذ عمر اه ايش ما احنا جاينا ياخدوني في رمضان يعني رمضان بيبقى شهر الناس كلها كل واحد كان بعيد عن التاني بيقرب له صح؟ والله بابقى حلوة كده اه والله حلوة كده حسيش انت زعلانة انت لوحدك؟ جيراني بعزموني جيراني الشارع دي بعزمني كل واحد ليلة وما قدرتش اروح يجبولي الاكل لغاية عصانية لغاية تاني جيراني ناس طيب بمناسبة رمضان ورب رمضان هو رب بقي الشهور انت فعلا حسن الناس في رمضان بتبقى يعني اكتر مقربين بيعملوا خير اكتر بس بعد رمضان بينسوا ان بينسوا حياتي كلها اه هم ليه برأيك ليه حاج؟ على الله هو اعلم به هم بيتوبوا مرة واحدة في السنة مسلا ولا ايه الوضع ايه والله هو اعلم الغيوب ربنا بقى هم وحرين بتصلي يا حاجة ان شاء الله اه ان شاء الله اه المصلية ايه بس واني قاعد لا يكلف الله نفسا لو سعها غيرك واقف وماشي على رجلين وبيصليش يا حاجة انا قلت للشيخ باكر يعني شوف صلاطة تنفع كده قال حلوة كده قوي تمام زي الفول والله عضيك غيرك ربنا اديك الصح والعافية ماشي على الرجلين وما بيصليش والازم بيازن واقف برع عالطريق والنفر ببص الرجلين وميقرف منه والله العازيه ايه مش نظيفة ايه ولا ايه الله يصلح حالك يا عم والله مصلح حالك ربنا يشفيك ويعفيك ويعفظك من كل سوء يا رب العالمين وليه لي بقى بالنسبة للعلاج بتجيب علاجة حطيبت الشيك من ايه اصلا عندي المعدة وعندي عنك الضغط والسكر بتخدي علاج قد ايه في الشهر تقريبا والله يا عمر اهي ساعة كده وساعة ساعة ما هيس كده وما ما هيس يعني وما يكونش موجود معايا فلوس اروح اجيب خارج اروح بس ما بجيبش خارج من الاجزخان ده كده في الاجزخانات هنا بيشتكون عندهم خارج بالهبت لا ما بارداش ما بارداش اللي معايا بجيبه والحمد والله ماشي الحمد والله اريده انت ايه رايك في الحياة اللي من دولي حاجة يعني ناس مهما تقبض كل ناس بتشكي ان مش مكافين اللحم نقبض ومش مصري في الحياة بقت عالية عن زمانيا والله يا يا استاذة يا اهاي عيشي الناس اللي اللي اني ماشي على قد وغري بتبهور وغري كل حيحور طبعا كل حيحور في نفسه وشخصية بس انت مش شايفاني الناس اللي يوندول بقى ما عندهمش القناعة زي زمن لا 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 عندهم ولا ما عندهمش لا ما عندهمش لا لا ما عندهمش دي الواحد ممكن يبضل النهاردة الف والفين وثلاثة واكتر وقال ومع ذلك مش مبسوط يعني حاسس نفسه مش مقتنع ما بيبصش لغيره اللي ما معوش اصلا لا ما فيش لا دائما الناس ببص الاعلى منها مش كده اه طبعا تقول لهم ايه حاجة كده كلمة نصيحة تقوليني الناس دي اقول لهم الاخري خير وابأة الله الاخري هي اللي خير وابأة من الدنيا كلها 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 ولا فلوس ولا مل ولا عيال ولا صنف حاجة المل والبنونة زنات حياة الدنيا الله والبقية الصالحة خير وابأة اه 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 ان شاء الله احافظك كتير من القرآن يا حاجة اه مصحف فطولية هوا انا نايمة واني قاعدة بقرة فيه ما شاء الله اه دخلت مدرس ايوة محمد زاكة الله يرحموه ان شاء الله اه الحد سنة ايه اه courage سنة ايه دخلت مدارس دخلتي لغاية ستة siisت ابتدائي يعني ما كانش علام زي الايام دي علام زي الايام دي الوقت اللي ليش IOlle بعلمها مفي 불 لا ما كانش علام زي الوقت والله الوقت عاه بعلمه شايف العلام حلو حاجة اه 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 العلام حلو ايه اه ايه? امال ايه? تفتح المخ وتفتح الدماغ حلوة او زي الفول. يعني الحمد لله انت بتقري وبتكتب كويس جدا. بقرة جواب وبقرة جيني جواب جيني مسلا بقرة. اه. فتحة في صورة البقرة. محدش يدر اضحك عليك. ده تقول انبارح ارى التجزات. الله الله. والله. والمحدش يدر اضحك عليك. لا هيضحكوا عليها الان. الله مستعي انت منورانا ومشرفانا وانسانا. وحنا. وخليكو وطرح البركة فيكو. وانصر مصري على الاعداء يا رب. يا رب العالمين. احلى دعوة لمصر ان اقتنى في نهاية حلقتنا. اللهم انصرهم على اعداء. الله جارك فيك. احنا جايين نزولك نهاردة حاجة. واتشرفتنا جدا بيكي. وقناة الرحمة كلها تشرفت وتنورت بوجودك. بشوفينا الاول في الرحمة ولا بشوفيناش? بشوفك كل ساعة. مال هي بشوفك والله. مال بشوفك وبشوف الشيخ بكر وبشوف كلهم والكل المشايخ والله. بنا بارك فيكي. منورانا ومشرفانا. وبرنامج زائر الرحمة نهاردة جايبلك هدية بسيطة. مبلغ مالي. نتمنى ان تقبليه. واسأل الله سبحانه وتعالى يا شفيك وعافيك رو العالمين. قطركم. جبر الله قطركم. وودكم الساعد والرزق وكتر خير مصري وكتر خير الناس يفعالين القرية الدوم والسعادة والإيمان. وكتر منكم. واصلح حالكم يا ابني. اللهم اصلح حالكم. اللهم اصلح حالكم. مشاهدين مع هذه الدعوات الجميلة نختم هذه الحلقة في نهاية هذا اللقاء. لا يسعوني لن اتوجه لكم جميعا. ولكل من دعم هذا البرنامج بخلص الشكر والتقدير. تحياتي عمر الحنبلي. والقاكم غدا بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اشتركوا في القناة.